ونتحول لمتابعة الأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية وفاتمة خليل أهلا بكم فاتمة شكرا ساحل ناجي شهرين محمد عبدالله وأهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعة حول استراد شحنات دواج مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاستراد شحنات دواج مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية مشددا على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتدولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواج المجمدة أمنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة وتقضع جميعها للفحص ورقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء افتتح وزير البترول والثروة المدنية طارق الملة مشروع تطوير مصنع غاز مصر بمنطقة أبو رواش وشمل التطوير تجديد المخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر وتعد عملية التطوير إحدى مناطق الدعم اللوجستي التي تلبي جانبا كبيرا من متطالبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة كما يهدف التطوير لاستغناء عن الاستراد في أقرب وقت ممكن ورفع نسبة المواد المحلية المستخدمة شركة غاز مصر بقالها 40 سنة الورش بقالها أكثر من 30 سنة فكان من اللازم أن تتطور وتتناسب مع حجم الأعمال المسندة إلى الشركة علشان تحقق الخطة بتاعتنا القومية لتوصيل الغاز لطبيع المنازل المهم أن احنا التطوير ده بيشمل أن احنا أهلنا وجهزنا الورش بأجهزة حديثة متطورة في نفس الوقت أجهزة معايرة للعدادات وكمان في نفس الوقت يمكن بنشوف إزاي أن المخازن بيتم التعامل بها بموضوع التحول الرقمي فإحنا من هذا المنطلق يهمنا جدا أن احنا نطمئن أن في عمليات تصنيع الورش عمليات بتتم في الورش من منتج محلي زي محطات التخفيض ودي كنا بنستوردها بالكامل من الخارج النهاردة بنجمع جزء وبنصنع جزء ولسه فضل فيه جزء بسيط بنستورده وإن شاء الله احنا بنشعل على أن احنا نقلل هذا الاستيراد في أسواق البترول العالمية ارتفت أسعار النفط في تعاملات متقلبة حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصدرات الروسية لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة ارتفعت العقود لأجل الخام برينت 1.2% لتستقر عند 83.16 دولار سنت للبرميل زادت العقود لأجل الخام غرب تاكسيس الوسيط 1.2% لتبلغ نحو 76.32 دولار سنت للبرميل كما صعدت أسعار المزوط عالميا بنسبة 2.9% لتصل إلى 2.76 سنت للتر كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.77 من 100% لتسجل نحو 2.55 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اتتحت الأردن أكبر محطة للطاقة الشمسية لديها بطاقة 200 ميجاوات ويعد المشروع شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية والشركة أبوظوي لطاقة المستقبل مصدر ويسهم في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة كما يسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول أدئين الأخرى إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة ديون للاقتصادات المتعثرة في غضون ذلك انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء ديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الداخل وشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لمحمد وصحة الاستكمال شكرا لك يا فاطيما